السلام عليكم سنحتاج المكونات إلى نصف حبة من الخيار نقوم في خطوة الأولى بتقطيعها ووضعها في الخلاط وسنحتاج أيضا إلى الزنجبيل الطري نقوم بتقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا سنحتاج ما يقارب ملعقة صغيرة فقط ونقوم وضعه في الخلاط في الأخير نضيف كوب كبير من الماء ونخلط مكونات مع بعضها جيدا في الأخير نصف الخليط ويمكنكم تحليته بالقليل من العسل حسب الرغبة ويتم شرب كوب واحد بساعتين بعد وجبة الإفطار وبألف صحة وعافية وأدرب لكم وعيد في فيديو قادم ومع المفيدة إن شاء الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على جرس بسيط لكم منشورتنا فور تنزيلها شكرا لكم على المشاهدة إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة